إلى باب أحكام الميم الساكنة إلى باب أحكام الميم الساكنة قلنا أن الشيخ رحمة الله عليه تطرق إلى هذا الباب ونص على هذا العنوان أحكام الميم الساكنة قال أحكام الميم الساكنة ثلاثة ثلاثة الإخفاء والإدغام والإظهار أولا الإخفاء أو يتكلم على الميم الساكنة أحكامها تكلمنا على النون الساكنة والتنوين أحكامها رح نتكلم على الميم الساكنة وأحكامها أول حكم هو الإخفاء إذا وقع بعد الميم الساكنة حرف واحد هو الباء تكون الميم مخفاة بغنة نحو فاحكم بينهم بما أنزل الله إن ربهم بهم يومئذ لخبير هذا كنا قد تطرقنا إليه في أحكام القلب لأن النون الساكنة والتنوين تقلب ميما ساكنة مخفاة فهذا الحكم شبيه بحكم النون الساكنة وأحكام النون الساكنة والتنوين حال وقوع هذا النون الساكنة حال وقوع الباء بعدها فالميم الساكنة إذا التقت بالباء صار حكما شفويا صار حكما شفويا أو إخفاء شفويا ويسمى إخفاء الميم الساكنة إخفاء شفويا وكيفية الإخفاء كما بينا أن يترك القارئ فرجة بين الشفتين يخرج منهما النفس قلنا هذا على رأيي من يترك الفرجة وهو نص أنا قلت بالشيخ شراطي رحمة الله عليه كان يقول بترك الفرجة لكن ترك الفرجة لا تكون الفرجة شديدة يعني بينة بيانا كبيرا إلا أن شيخنا رحمة الله عليه كان يقول بترك الفرجة ولهذا كتب قال وكيفية الإخفاء أن يترك القارئ فرجة بين الشفتين يخرج منها النفس وكتبنا بين قوسين يعني لعل الذي جمع واعتنى وحقق وتم مباحث له الأستاذ عثمان علي قال على رأيي من يترك الفرجة وكنا قد بينا أحكامها وأداءها والأوجه الراجحة فيها في أحكام الإقلاب أو القلب الحكم الثاني لهو الإدغام من أحكام الميم الساكنة الإدغام إذا وقع بعد الميم الساكنة حرف واحد لهو الميم تدغم الميم الأولى الساكنة في الميم الثانية المتحركة فتصيران ميما واحدة مشددة نحو في قلوبهم مرض فتقرأ في قلوبهم مرض والإدغام كانت العرب تدغم لأن لو يجي الإنسان ينطق يقول قلوبهم مرض هذا ثقل في قلوبهم مرض ولهم ما يشتهن ولهم ما صعب ولهذا جاء هذا الحكم للتخفيف والتيسير في نطق الكلام ولهذا قال في قلوبهم مرض ولهم ما يشتهون وهذا الإدغام يسمى بالإدغام الشفوي أو الإدغام أو إدغام المتماثلين أو إدغام التماثل